دماغ الإنسان تركيب الجهاز العصبي يتركب جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة التي تقوم بوظائف محددة من ضمن تلك الأجهزة الجهاز العصبي والذي يتكون من قسمين رئيسيين هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي تقوم الدماغ بوظائف هامة لذلك فهي لها تركيب مخصوص هيا لنتعرف عليه تركيب دماغ الإنسان تتواجد الدماغ داخل الجمجمة والتي وظيفتها دعم وحماية الدماغ تتركب الدماغ من ستة أجزاء رئيسية هي المخ والمخيخ والدماغ البيني والدماغ المتوسط والجسر والنخاع المستطيل أما هذا الجزء ككل فيسمى جذع المخ ويضم في تركيبه النخاع المستطيل والجسر والدماغ المتوسط والآن سنبدأ بالتعرف على الأجزاء المكونة للدماغ ولنبدأ بالمخ تركيب دماغ الإنسان المخ يعتبر المخ أكبر جزء في الدماغ وتكون من النصفين الكرويين الأيمن والأيسر ويتكون كذلك المخ من أربعة فصوص رئيسية هي الفص الجبهي، الفص الجداري، الفص الصدغي، الفص القذالي ويعتبر الفص الجبهي مسؤولا عن التفكير وبه تتواجد الذاكرة أما الفص الجداري فمسؤول عن الإحساس والفص الصدغي مسؤول عن السمع وأخيرا الفص القذالي والذي يعتبر مسؤولا عن الرؤية التركيب الثاني في الدماغ هو المخيخ يتواجد المخيخ أسفل المخ وأعلى أول فقرة من فقرة رقبة ويعتبر مسؤولا عن الحركة والتوازن جذع المخ ذكرنا أن جذع المخ يضم التركيب الثلاثة الدماغ المتوسط والجسر والنخاع المستطيل وهو المسؤول عن عدة وظائف هامة منها تنظيم الرسائل بين المخ وجميع أجزاء الجسم ومسؤول أيضا عن تنظيم العمليات الحيوية مثل التنفس وضربات القلب وبهذا نكون قد تعلمنا سويا تركيب الدماغ وأهم وظائف أجزائها